السلام عليكم ورحمة الله تعالى أستاذ المشاهدين والمشاهدات نظرة على النعيم تعالوا بنا لنلقي نظرة اليوم على أبناء المؤمنين في الجنة هل أبناء المؤمنين الآن في الجنة؟ وأين مكانهم؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح أن أبناء المؤمنين في رعاية إبراهيم عليه السلام وزوجته صار في عرصات الجنة فلكل من فقدت ابنها في هذه الحياة فلتعلم أن أبناءها في الجنة الآن ولتعلم كذلك أن أبناءها يوم القيامة سيكونون شفعاء لها فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى أمر الملائكة أن تقبض روح ولد من المسلمين فلما قبضت روحه قال الله تعالى للملائكة أقبضتم فلدتك بعبدي؟ قالوا بلى قالوا قال الله تعالى فماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فماذا كان الجزاء؟ قال الله تعالى أبنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ففي الجنة بيت يقال له بيت الحمد لكل من فقدت ابنها في هذه الحياة وحمدت الله تعالى وصبرت على ذلك الحزن وذلك الآلام التي تجده الله تعالى عوض لها بيتا في الجنة وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس دائما أمامه وكان له ولد يأتي عن يميره ويأتي عن شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتحبه؟ قال يا رسول الله والله إني أحبه كما يحبك الله فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسأل عنه فقال يا رسول الله ذلك الرجل الذي كان يلعب ابنه أمامه قد توفي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعزيه فقال له واسمعوا إلى ما قال قال أترضى أن يكبر هذا الابن وتزوجه وتفرح به أكنت ترضى هذا أم يأتي يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية يدخلك من أي باب شئت فقال هذا الرجل بل أصبر وأنتظر ابنه يوم القيامة في أبواب الجنة بل حتى من سقط لها الولد الله تعالى جازاها على صبرها في حديث عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السقط لا يجر أمه بصراره إلى الجنة قال الله تعالى والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يوم القيامة يلحق كل الذرية وكل الأبناء بآبائهم وأمهاتهم حتى ولو كان الأب والأم في أعلى منازل الجنة يلحق الله تبارك وتعالى أبناءهم حتى تجتمع العائلة تجتمع العائلة في أعلى الجنان ذلك المقام المحمود ويكونون كلهم على سن واحدة يكون الجد في سن 33 ويكون الأب كذلك في السن 33 أما أبناء الصغار الذين ماتوا في الجنة ماتوا في الدنيا ففي الجنة يكون كلهم على سن 33 هذا الأجر العظيم أعده الله تعالى لمن صبر على فقد أبنائه وعلى صبره في هذه الحياة فليعلم أن الله تعالى لا يوضيع أجر المحسنين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الجنة تجتمع ويجتمع الأبناء ويجتمع الآباء فإذا كان الأبناء في أعلى الجنان ألحق الله تعالى والديهم في الجنان في المقام العالي في الجنة فإلى كل من فقدت ابنها في هذه الحياة فلتعلم أن الله تعالى جازاها على صبرها أن تجتمع بأبنائها وكذلك أبناؤها هم الذين يدخلونها الجنة أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا جميعا أيها السادة المشاهدين والمشاهدات لذة الجنة النعيم ولذة النظر لوجه ربنا الكريم شكرا